اجا واحد يهودي وكان فقيرا جدا معدما إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام فقال للإمام الحسن أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن أنا شوف وضعي سيء جدا فأنا في السجن وأنت وضعك جيد فشلون أنت في السجن والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالإمام قال إذا أنت تشوف ما أعده الله لك من العذاب وتقيس إلى هذه الحالة اللي أنت الآن فيها من البؤس والفقر فأنت في جنة لأن أنت الآن عندك حرية ولا تعذب بالنار وسائر العذابات ففقير أنت معدم لا تتمكن من قضاء بعضا من أمورك وحوائجك فإذا أنت قسط حالتك الآن مع ما أنت عليه من الفقر والبؤس بحالتك في نار جهنم فأنت الآن في جنة وإذا أنا أقيس الآن حالتي في الدنيا بحالتي في الجنة الجنة اللي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني الآن إحنا شنو نتصور من الجنة إذا المؤمن دخل الجنة يرى الجنة أعلى مما كان يتصورها لأنها تدرك ولا يمكن وصفها بحقيقتها التي يفهمها الناس الله وصفها وصفا بالمقدار التي تستوعبه عقول الناس لكن الجنة أعلى بكثير من ذلك لأن عقولنا لا تتحمل ولا تدرك ذلك نعم الراسخون في العلم يتدبرون الآيات ويعلمون تأويلها فيدركون ذلك النعيم فلذلك إمام الحسن قالنا إذا قست حالتي أنا الآن بحالتي في الجنة فتشوف أنا في سجن